هذه أبرز العناوين ريال مادريد يتبرع بمليون يورو لمساعدة ضحايا عاصفة دانا حكيم زياش يعلنها سأرحل عن قلتة سراي وعبد الرزاق حمد الله يزيد من أزمة زينباورو مع الوحدة الهلال السعودي يزفو خبر مفرح للمغاربة عن الوضع الصحي للحارس ياسين بونو قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك دائما كل جديد أعلن ريال مادريد يوم الخميس في بيان رسمي عن إطلاق مؤسسة النادي الملكي والصليب الأحمر حملة لجمع التبرعات تهدف إلى دعم المتضررين من عاصفة دانا هذا وقررت مؤسسة ريال مادريد إلى جانب الصليب الأحمر المساهمة بمليون يورو لمساعدة العديد من العائلات المتضررة والتي تعيش وضعا صعبا بسبب العاصفة وعاشت إسبانيا يوم الأربعاء حادثا مأساويا بسبب عاصفة دانا التي ضربت شرق البلاد وخاصة مقاطعة فالانسيا والتي صنفت كواحدة من أسوأ العواصف في القرن الواحد والعشرين يذكر أن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم أعلن تأجيل خمس مباريات كانت مبرمجة يوم الأربعاء ويوم الخميس في كأس ملك إسبانيا أبرزها مواجهة بارلا إسكويلا وضيفه فالانسيا بسبب العاصفة أفادت وسائل إعلام تركية بأن سوق الانتقالة الشتوية المقبلة ستكون الأخيرة للدولي المغربي حكيم زياش بالدورية التركي وبفريقه جلتا سراي لكرة القدم وذلك بعد وصوله إلى الباب المسدود رفقة مدربه التركي أوكامبوروك الذي يستبعد زياش من التشكيلة الرسمية للفريق منذ مدة وهو الأمر الذي أغضب الدولية المغربي وأكدت صحيفة فاناتيك التركية أن حكيم زياش وجه كلاما إلى المدرب بعد نهاية آخر مباريات الفريق في الدورية التركي قائلا له سأرحل وهو التصريح الشفهي الذي يقرب زياش من مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وأشارت الصحيفة إلى أن حكيم زياش لا يريد أن يكون بديلا وأنه ليس جزءا من خطط أوكامبوروك هذا الموسم وأفادت الصحيفة فاناتيك بأن العربي القطري هو أبرز الأندية التي تتربص بالدولية المغربي وينتظر مسؤوله مالا حكيم زياش مع غلطة سري إذ فتحوا باب المفاوضات مع وكيل أعماله لجلبه للفريق خلال المركات الشتوي المقبلة زاد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من أزمة المدرب الألماني جوزيف زينباورو مع نادي الوحدة السعودي واستطاع حمد الله قيادة نادي الشباب للفوز على نظيره الوحدة بتسجيله لهدف ومساهما في الانتصار المحقق بثلاثة أهداف مقابل واحد يوم أمس الخميس برسم الجولة التاسعة من الدوري السعودي ومقابل تألق المغربي هزه لشباك زادت من شدة أزمة مدرب الرجاء السابق مع زينباور ما يجعله مهددا بالإقالة أكثر من أي وقت مضى بسبب تدني مردود وسوء النتائج وكان زينباور قد انضم للوحدة في صفقة تمت بعد التلاعب وتقلبات من المدرب الألماني الذي كان مفضلا لاستمرار مع الأخضر قبل أن يباغت المكتب المسير للنادي بتأكيد الرائج حول اتفاقه مع الاتحاد ورغبته في الاندمام إلى الأخير حسم النادي الأهلي السعودي الجدل حول مشاركة النجم المغربي ياسين بونو في مباراة الديربي المرتقبة ضد النصر السعودي والمقررة اليوم الجمعة حيث أعلن الهلال عبر بيان رسمي عن اندمام ياسين بونو للتدريبات الجماعية مؤكدا جاهزيته للمشاركة في اللقاء وتعد عودة بونو إضافة قوية للفريق خصوصا أنه يمثل تحديا كبيرا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم ينجح في هزي شبك الحارس المغربي منذ مواجهتهما في مونديال قطر الفين واثنان وعشرين وكان ياسين بونو قد غاب عن المباراة الأخيرة للهلال بسبب إصابة تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب المغربي في مواجهة إفريقيا الوسطى ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب الفين وخمسة وعشرين إلياس بن صغير هدفا لباريسان جيرمان الفرنسي خلال الانتقالات الشتوية في خطوة جديدة لتعزيز صفوفه بلاعبين شباب موهوبين يضع نادي باريسان جيرمان الفرنسي عينيه على اللاعب المغربي الشاب إلياس بن صغير نجم نادي موناكو ووفقا لتقارير الصحفية فإن النادي الباريسي يخطط لضم إلياس بن صغير خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أثار تألق بن صغير اللافت للنظر مع نادي موناكو وانضمامه إلى المنتخب الوطني المغربي إعجاب نادي باريسان جيرمان الذي بدأ في مراقبة اللاعب عن كتب منذ عدة أشهر وتشير التقارير إلى أن النادي الباريسي قد بدأ بالفعل في التحرك لضم اللاعب الشاب المغربي كما قدر نادي موناكو قيمة اللاعب صغير بثلاثين مليون يورو وهو رقم يعتبر في متناولي نادي باريسان جيرمان الذي لم ينفق مبالغ طائلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ويشهد نادي باريسان جيرمان تحولا في الاستراتيجيات الانتدابات حيث يركز النادي الآن على ضم لاعبين شباب موهوبين بدلا من التركيز فقط على النجوم الكبار وقد تجسد هذا التوجه في صفقات النادية الصيفية الماضية حيث ضم لاعبين شباب مثل البرتغالي جواو نيفيس والفرنسي دي سيريدوري والإكوادوري ويليان باشو والروسي ماتفي سافانوف ويعتبر إلياس بن صغير أحد خريجيك أكاديمية نادي مونكو وقد تم تسعيده إلى الفريق الأول في يناير 2023 على الرغم من صغار سنه 19 سنة إلى أنه أثبت نفسه كأحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الفرنسي ترجمة نانسي قنقر